عليكم السلام وحباتي أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية وهذه الحلقة هي رقم 1196 ونحن لازلنا في تدبر سورة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نتوقف مع إياك نعبد وإياك نستعين لكن نشير قبلها إلى الآية السابقة مالك يوم الدين ربنا قال مالك يوم الدين ما قالش يملك يوم الدين هو التعبير بالجملة الإسمية يفيد الثبوت أما التعبير بالمضارع لما تقول مالك يوم الدين يبدأ جملة إسمية تفيد الثبوت لكن لما تقول يملك يوم الدين يبدأ جملة فعلية مؤقتة بالضبط كما تقول نجح محمد ينجح محمد سينجح محمد فهنا الزمن اللي موجود في الفعل بيجعله بقى يعني مرتبطا بوقت معين لكن ما تقول محمد الناجح يبه هو ده ثابت فيه فمن أجل هذا فربون سبحانه تعالى يقول مالك يوم الدين يعني ده صفة ثابتة ولازمة وحتى في القرآن الكريم يعني يعني بعض الأوامر في القرآن الكريم تأتي بالجملة الإسمية لتفيد ثبوتها وأهميتها يعني ربون سبحانه وتعالى ما يقول يا أيها الناس حجوا إلى البيت الحرام وإنما قال ولله على الناس حجوا البيت الحرام تعبير الجملة الإسمية هنا يفيد يعني تمام الإلزام طبعا ما نستطيع عليه سبيل ونفس الحكاية في الشورى والشورى فريضة إسلامية منسية ربون سبحانه وتعالى يقول وأمرهم شورى بينهم يعني ما يقول أقيموا الشورى لكن وأمرهم شورى بينهم وجملة الإسمية هنا تفيد الثبوت والإلزام وفي في سورة الشورى أيضا جملة إسمية وجملة فعلية في قرآن سبحانه وتعالى الله ملك السماة والأرض يخلق ما يشاء يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعون من يشاء عقيما أنه علم القدير تسعة واربين وخمسين من سورة الشورى لله من كل سماة الأرض جملة إسمية تفيد الثبوت يخلق ما يشاء هنا جملة فعلية وطبعا مرتبطة بزمن يعني يخلقوا من أشاء يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم يعني خلوهم أزواج يعني أولادوا بناتيا يعني ديت يعني أحبابنا أن نبدأ بها قبل أن ندخل فيه إياك نعبد وإياك نستعين ليه لأنك إذا استوعبت وإذا استيقنت أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي نعبده ووحده الذي نستعين به فلابد أن تتيقن من أنه وحده مالك يوم الدين ودي مهم جدا ليه لأن أكثرة البشر يضلون بإحكاية إن ربنا مش مالك يوم الدين و يعني معنى الشفاعة أو إن ربنا ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن ما يبدو القول لدي وما أنا بظلها من العبيد ده في صورة الثقاف يا ربنا لا يبدو قولها ده الجنة ما فيش فيه ده معنى مالك يوم الدين مالك يوم الدين يعني فيه أساطير الشفاعة والهجس اللي بتعامل ده كله يعني يعني يضيع حكاية مالك يوم الدين مش بس كده لكن يضيع أيضا إياك نعبد وإياك نستعين لأنك إذا كنت موقنا أن الله سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين إذن لابد أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين ومن أسف أن معظم الذين يقرون إياك نعبد وإياك نستعين لا يعنونها يقرون هذا بألسنتهم ولكن قلوبهم معلقة بتقريس البشر والحجر طيب نبدأ إياك إياك ضمير منفصل يعني عندنا الضمائر بتنقسم أول في حاجة ضمير مستتر زي مثلا الله نعبده نعبده فعل مضارع والفاعل ضمير مستتتر تقديره نحن في ضمير مش مستتر ضمير متصل زي نعبدك طبعا عندنا ضبائر فاعل وضبائر مفرول إلى آخر يعني في ضمير متصل في ضمير منفصل يعني نعبده إياك لكن لما تيجي تقول إياك نعبد هنا بعد خلنا في حاجة نسمى أسلوب القصر يعني نعبدك وحدك فحين نقول إياك نعبد يعني نعبدك جل وعلا سبحانه وتعالى وحدك وإياك نستعين يعني نستعين بك وحدك واسلوب القصر في القرآن يعني في اللسان العربي متنوح ممكن أتي إنما إنما المؤمنون الذين يذكر الله وردت قلوبهم ومن الممكن أن يأتي بالتقديم والتأخير ومن الممكن أن يأتي بالنفي والاستثناء ف بالتقديم والتأخير هو اللي موجود هنا إياك نعبد فقدم إياك اللي هو ضمير منفصل ومفعول به جاء قديم إياك نعبد بعدك إياك نستعين لا نستعين بغيرك قد يأتي بالنفي والاستثناء زي لا إله إلا الله فده نفي لا إله إلا الله قل لي أعلى من الفسمات والأرض الغيبة إلا الله وعنده مفعة الغيبة لا يعلمها إلا هو لكننا سنتوقف مع إياك وإياه في بالتقديم والتأخير في قوله سبحانه وتعالى والذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون مش قال إن كنتم تعبدونه كنتم إياه وحده تعبدون وفي التقديم والتأخير في قوله سبحانه وتعالى دي رجدك يعني دي 177 سورة البقرة في 37 من سورة فصلة ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ما قالش إن كنتم تعبدونه كنتم إياه وحده تعبدون وبرضوا في سورة النحية لأمي 14 فكل مرساكم الله حلالا طيبا واشكور رحمة الله إن كنتم إياه تعبدون لأمي 14 في سورة الأنعام قل أرأيتكم إن أتاكم أعظم الله وتتكم الساعة أغير الله أغير الله هذا برضو أسلو قصر تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون مش بل تدعونه فهنا تقديم إياه زي تقديم إياك بما يفيد القصر طبعا بالنفع والاستثناء كثيرة في القرآن الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالنسبة لإياه طبعا بس هنا إياه هنا ضمير غير من أنت تقاطب ربنا مباشرة وتقوله إياك نعبد لأنك أنت في الصلاة فالصلاة هي خطاب لربك سبحانه وتعالى في سورة الإسراء أيضا وزا ما صادقوا نضروا في البحر ضل من تدعون إلا إياه هنا بقى بالنفع والاستثناء بالتالي بقى أن العبادة إلا إياك نعبد والاستعانة أو الدعاء وإياك نستعين لا تكون في قلب المؤمن إلا لله جل وعلا وحده هي المشكلة في حكاية وحده دي أخوان لأنه في واحد يدعو ربنا وبيدعو الأولية وبيدعو محمد وبيدعو فلان وعلان إلى آخر يدعو مخلوقات يستجروا بمخلوقات ده لا المؤمن هو الذي يخلص لله جل وعلا في العبادة وده لربنا آله لمحمد عليه السلام قل الله أعبد مخلصا له ديني في سورة يوسف إن الحكمة لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه طبعا نحن نقول يعني دا إياه إلا إياه وفي سورة غافر فادعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وفي سورة الأنعام قل بنو نجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونها تضرعا وخفية لأن هنا بقى هنخلش بقى في حكاية الدعاء لما يكون مخلص أوي لابد أن يكون بتضرع وانت بتدعي بقى يعني بتدعي محتاج تستغيث فيأتي بقى حكاية التضرع وده في الآية 53 قل بنو نجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية يعني بتتضرع بقلبك وبلسانك وبصوت خفي واللي بيحصل بقى ربونا سبحانه وتعالى بقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وزكريا عليه السلام لما دعا ربه ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفية اللي بيحصل حاجة اللي بيحصل الناس الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ربون الآل وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا للآية 70 ونادى اصحاب الجنار اصحاب الجنة النفيد وعلينا من ماء ومرسقهم الله قالوا ان الله حرمهم على الكافرين منهم الكافرين الذين انتهوا دينهم لهوا ولعبا دا لآية 51 صلة دافئة بان الادانة الارضية قائمة على الساس اللهو واللعب الصلة بتاعتهم صوت في الكنائس هنا وطبعا المحمديين عندهم بقى التوشيح وعندهم بقى انشاد الدين وعندهم التغني بالقرآن يعني اتخذوا دينهم لهوا ولعبا ويجي في الدعاء اللي هو المفروض ان تدعو الله سبحانه وتعالى وانت تتدرع وانت خاشع يمر أصر لجل النبي لجل النبي رسالاته على النبي وكل بقى ايه وبعدين بيبترونوا بنا دا حاجة حلوة اول يعني يقول لك اللي ان غناء الديني لا الغناء الديني دا كفر كفر كافر رن فليه لانه هو استهزاء بربنا سبحانه وتعالى وعندنا الكلام دا كتير بس برضو لا نمل من تكراره يعني انت لما تكون عايز حاجة من الرئيس بتاعك في الشغل مش هتخش عليه وترقص له او تغنيله لك هتخش باب ادب وتخبط الباب وسعتك وجنابك الى اخره فحين يتحول الدعاء لله جل الله وعده عند طلب يتحول الى غير تضرع وغير خيفة وغير خفية يبنتك كده بتعتدي على جلال الله سبحانه وتعالى طبعا دي قريمة مرة جدا وده لربنا قاله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر هذا قال سبحانه وتعالى ادعو ادعو ربكم تضرعا وخفية نجيب الايات ادعو ربكم تضرعا وخفية انه لاحب المعتدين لا يحب المعتدين ولا تفسدوا ارضا بعد اصلاحه وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين يبنتك حين تدعو الله سبحانه وتعالى برقص وغناء انت تعتدي على جلال الله جل وعلا بالتالي لا يمكن بهذا ان تكون مؤمنا بانه سبحانه وتعالى اياك نعبد واياك نستعين يعني هنا لا يكون هنا اخلاص في العبادة وطبعا اياك نستعين ربنا قالوا استعينوا بالصبر والصلاة وانها لا كبيرة انها على الخاشعين 45 من سورة البقرة يا ولا زي من استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين يعني تستعين على كل شيء ربنا مش قال استعين على كذا يعني سبها مفتوحة استعينوا بالصبر والصلاة اصبر وصلي وادعي ربنا وربنا سبحانه وتعالى سيعينك ويعني سيستجيب دعائك واستجيب للاستعانة استعانتك به جل وعلا طيب واحد يقول لي طيب هو واحد يدعي ودنه نايم يعني ما عملش حاجة يعني يدعو الله وهو متواكل لا في توكل على الله وفي الصبر اللي ربنا بأمر به الصبر اللي ربنا بأمر به هو مبينه على التوكل على الله اللي هو الصبر الإيجابي ونكنت تدعو الله سبحانه وتعالى وتسعى والله سبحانه وتعالى سيكون معك لأن الله مع الصابرين ونأخذ يعني عبرة بما جاء في سورة التوبة إلا تنصروا فقد نصره الله إذا اخرجوا الذين كفروا ثانية ثانية ذهما في الغار إذا قلوا للصاحبي لا تحسن إن الله معنا ده الأية أربعين من سورة التوبة شوف هو ما عادش في بيته وقال لك إن الله معنا لا ده هو دبر وخطط ومشي وهاجر واختفى في الغار ده كله بيعمله وبعدين وفي كل ذلك ومتوكلون على الله وصابر ونأجل هذا إن الله مع الصابرين الصابرين هم مين هم متوكلين العاملين شكرا أحباتي وعليكم السلام شكرا أحباً لكم وحظاً لكم لاختفى في الغار بدنا حل أهم جديز من